بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية أيها السادة والسيدات في هذا الشهر تتفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران إذن تعالوا بنا إلى الحديث عن الجنة في كتاب الله سبحانه وتعالى وأعتقد أن جميع الأفكار وجميع المشاعر مشرئبة إلى الجزاء الذي هيأه الله عز وجل لعباده الصالحين أو لعباده الآيبين إلى الله سبحانه وتعالى إذن سنتكلم في الحلقات التالية إن شاء الله تعالى عن الجنة كما نقرأ عنها في كتاب الله سبحانه وتعالى أعتقد أننا سنتناول عند حديثنا عن الجنة النقاط التالية أولا سنتكلم عن معنى الجنة والمراد بها في كتاب الله عز وجل ثانيا سنتكلم عن الخلود ومعناه ومشكلاته بالنسبة لحياة الإنسان يوم القيامة إن في الجنة أو في غيرها ثم سنتكلم عن اتساع الجنة ومداها وعن الجدل الدائري بين بعض الناس حول هذا الاتساع ثم ننتقل إلى النقطة التي تليها وهي الحديث عن نعيم الجنة وأصناف هذا النعيم وعن غياب التكاليف فيها وغياب ما يسمى محرما أو ممنوعا عن الإنسان ثم نتكلم بعد ذلك عن المراد بكلمة المزيد في قول الله عز وجل لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد ما المزيد الذي خبأه كرم الله عز وجل لعباده ما هو المزيد على رغباتهم والمزيد على ما يبتغون وأخيرا سنتكلم عن ميقات دخول الجنة متى يدخل الإنسان إلى الجنة إن كان من أهلها هذه هي النقاط التي أرجو أن أوافق للحديث عنها وإني لأسأل الله عز وجل لهذه المناسبة أن يجعلني وإياكم ممن وعدوا بهذا النعيم المقيم وما ذلك على الله بعزيز لا نسأله ذلك لأننا أهل لهذا ولكننا نسأل ذلك لأنه هو الباري عز وجل أهل لأن يكرمنا بذلك إذن تعالوا نبدأ أيها السادة والسيدات بالنقطة الأولى من حديثنا هذا وسائر هذه النقاط نقرأها ونقرأ الجواب عنها في كتاب الله سبحانه وتعالى ما معنى الجنة التي وعد الله بها عباده المتقين في مثل قول تلك الجنة التي أورستموها بما كنتم تعملون ما المراد بالجنة الجواب الجنة أيها السادة والسيدات بالنسبة لمعناها اللغوي الذي نقرأه في القاموس الجنة عبارة عن البستان الذي تقاربت أشجاره وتكثفت بحيث تستر هذه الأشجار الإنسان الداخل إليها عندئذ لا نسمي هذا المكان بستانا وإنما نسميه جنة وكلمة الجنة هذه المادة الجيم والنون حيثما وجدت وكيفما تقلبت تدل على السطر فنحن نقول المجن أي الترس نسميه مجنة لأنه يستر وجه الإنسان ونقول عن الجان جان لأنهم مسترون عن أعين ونقول في اللغة العربية فلان جن عليه الليل أي أقبل إليه ظلام الليل وستره فلما جن عليه الليل رأى كوكبا أي ستره ظلام الليل ونقول عن الجنة جنة لأن الداخل إليها يستر عن الأعين لتقارب الأشجار وكثافتها إذن الجنة في اللغة العربية تعني البستان الذي تقاربت أشجاره كما ذكرت لكم لكن ما معنى الجنة في المصطلح القرآني ما معنى الجنة التي وعد الله عز وجل بها عباده المتقين هل المراد بالجنة هذه الجنة هذا البستان الذي تقاربت أشجاره مجرد ذلك لا هنا كلمة الجنة أيها السادة والسيدات مصطلح قرآني أطلق على عالم واسع جدا من ألوان النعيم التي لا يكاد الخيال يحصيها ولا يكاد الفكر يستطيع أن يجمعها هذا العالم المتنوع من المتعة الكثيرة الكثيرة أطلق البيان الإلهي عليه اسم الجنة اسم الجنة حسنا لماذا لماذا يسمي البيان الإلهي ذلك العالم الذي فيه كل أصناف المتعة وكل أنواع لذائذ التي يتخيلها الإنسان والتي لا يستطيع أن يتخيلها لماذا سمي هذا العالم بهذا الاسم الضيق الجنة ونحن نعلم أن الجنة اسم الحديقة التي تقاربت أشجارها أيها السادة والسيدات تنبهوا جيدا للجواب الذي سأقوله لكم عن هذا السؤال هذا من قبيل تسمية الكل باسم الجزء نعيم الجنة متنوع ولذائذها كثيرة جدا جدا من جملة هذه اللذائذ طبعا منظر الرياحين منظر الخضرة الأشجار الحدائق المياه المتسلسلة المتدفقة فيما بينها هذا جزء لا يتجزأ من المتعة التي تهواها العين وتركن إليها النفس سم البيان الإلهي هذه المتعة الكثيرة جدا باسم واحدة منها ألا وهي متعة الحدائق والخضرة والرياحين والمياه حسنا إذن هو من قبيل تسمية الكل باسم الجزء وأنا أقرب هذا الكلام بمثال فلان من الناس شاعر له ديوان شعر يحوي عشرين قصيدة جمع هذا الديوان ونشره في ديوان طبعة شأن هؤلاء الشعراء الواحد منهم ماذا يصنع يسمي ديوانه باسم قصيدة من هذه القصائد ينتقي قصيدة يراها هي المتألقة بين قصائده ويسمي هذا الديوان باسم هذه القصيدة هذا شيء معروف هذا يسمى تسمية الكل باسم جزء من أجزائه تسمية هذا النعيم المتنوع الذي لا حصر له باسم الجنة من قبيل تسمية الكل باسم الجزء حسنا لماذا انتقى البيان الإلهي هذا الجزء بالذات لماذا سمى أنواع النعيم التي وعد بها عباد الله المؤمنون وهي كثيرة جدا لماذا انتقى من أنواع هذا النعيم نعيم الجنان والحدائق فسمى ذلك النعيم كله بهذا الاسم لماذا لم ينتقي مثلا اسم نعيم آخر سؤال وارد اسمعوا الجواب كل أنواع النعيم أيها الإخوة والأخوات كل أنواع لذائب يخضع للتطور يخضع للتبدل الآن متع الفرش التي نتمتع بها مختلف جدا أن متع هذا الفرش قبل سنوات ومتعة هذا الفرش قبل سنوات مختلف جدا عن متعتها قبل أيضا خرون متطاولة الطعم الشراب المساكن كل كل ما تهواه الأنفس يخضع للتطوير والتبديل والتغيير فأيا كان النوع المتع الذي يريد القرآن أن يسمي ذلك العالم به سيعرفه أهل عصر من العصور ولكن أهل عصر آخر لن يعرفوه لأن هذه المتعة ستكون موجودة في عصر ما ثم تتطور تغيب وتأتي متعة أخرى بدلا عنها في العصر الذي يليه وهكذا لذلك لو سمى القرآن هذا العالم باسم أي متعة غير الجنة فلسوف يعرف معناها أهل ذلك العصر أما من قبل ومن بعد لن يعرفون معنى لهذه المتعة المتعة الوحيدة التي لا تخضى للتطور ولا للتبدل هي متعة الحدائق هي متعة هذه الحديقة التي تجلس على شرفة لتتمتع بها عينك ولتتمتع بها نفسك هذا إلى جانب المياه الرقراقة التي تتسرب بين تلك الأشجار هذه المتعة هذا المنظر منظر الجنان والحدائق تغلب على أنواع التطور كلها منذ أقدم العصور إلى يومنا هذا ونحن نرى هذه المتعة دون أن تتبدل ودون أن تتغير بشكل من الأشكال الآن افرض أنك قد ذهبت إلى أوروبا أو إلى أمريكا ودخلت منزلا فارها لرجل ثريج لرجل يتمتع بالحضارة الغربية الآن ماذا ستجد عندما تدخل الدار ستجد كل شيء مختلف عما كان عليه الأمر سابقا الدار مختلف الرياش مختلف الأثاث مختلف متعة العين مختلف متعة السمع مختلف متعة الشم مختلف لكن عندما تخرج بعد قليل إلى حديقة هذه الدار وتجلس لتتمتع بهذه الحديقة ستجد نفسك أمام الصورة الذاتية الأشجار الرياحين الأرض الخضراء الجداول التي تترقرق فيها المياه تغير شيء لم يتغير شيء من ذلك قط من أجل هذا يسمي الله سبحانه وتعالى هذا العالم الذي يفيض بالمتع الكثيرة المختلفة التي لا حصر لها نسميها ربنا سبحانه وتعالى بإسم نوع معين لكن انتقى أي نوع انتقى النوع الذي لا يخضع للتطور الذي لا يخضع للتبدل بشكل من الأشكال هذه هي الحكم وهذا من دقائق البيان الإلهي الذي يخاطب به الباري العالم كله في شد العصور سبب في هذا كما تعلمون أن القرآن ليس خطابا لأهل مكة في عصر البعسي وليس خطابا للقرنين الذين جاء من بعد ولا لثلاثة كرون ولا لأربعة ولا لعشرة القرآن خطاب لهؤلاء جميعا إذن ينبغي أن يفهمه الكل هذا هو السبب أظن أن الكلام واضح أيها السادة والسيدة والجواب ينبئ عن دقة البيان الإلهي وكيف أنه تنزل للناس جميعا إذن إذا عرفنا هذا ينبغي أن نعلم مدى يعني غباء وجهالة من ينتقد القرآن عندما يفهم من كلمة الجنة التي وعد الله بها عباده المتقين أنها عبارة عن مجموعة غابات فقط نعم طبعا أنتم تعلمون أن في المستهزئين بكتاب الله وفي المستخفين بهذا البيان الإلهي من يقول إن محمدا عليه الصلاة والسلام رأى أن مكة التي ولد فيها تعاني من جد تعاني من حالة لا يخضر فيها عرق لا توجد فيها قطرة ماء الناس يعيشون في تلك البقعة وهم يتمنون لو أنهم رأوا معين ماء يلتمع أمام أبطاره يتمنون لو أنهم رأوا عرقا أخضر يتمايل به الريح أمام أبطاره لكنهم محرومون من ذلك ويقولون إن محمدا كان من الدهاء بمكان كيف يستطيع أن يسيطر على مشاعرهم ويجرهم إلى الانقياد لتعاليمه مناهم بهذا الذي حرموا منه مناهم بهذا الذي يحلمون به ولما يصلوا إليه وعدهم بالجنان الخضراء وعدهم بالمياه الجارية المتدفقة وهكذا من أجل أن يهيمن على مشاعرهم ويستطيع أن يسيطر عليهم فيتبعوه في تعاليمه التي جاء بها من عنده نعم هؤلاء يخيلوا إليهم أن كلمة الجنة تعني فقط غبط غبط الناس هكذا يتحركون فيها ومن سماء ينتقدون أو يستخفون ويتهمون المصطفى بالدجل وأنه سلك هذا المسلك ليهيمن على مشاعر قومه أنا أقولها وأكررها لم أجد أثقل على النفس ولا أسمج في الأذن من إنسان يجعل من جهالته حجة يناقش كبير إطلاقا لم أجد أسمج من ذاك الذي يتباهى بجهله ركام من الجهل نعم يتباهى بها ثم إنه يناقشك اعتمادا على جهله هذا الشيء يعني تشمئز منه النفس تشمئز منه الأذن وكم نقول ونقول يا أخي تعلم ثم تكلم من أين جاء الخطر والسخف من هذا الكلام من جهل هذا الإنسان بالمعنى المراد بكلمة الجنة طيب كيف يستطيع لهذا الإنسان أن يعلم المراد بكلمة الجنة بالرجوع إلى القرآن الذي رأى فيه كلمة الجنة نقول لهذا الإنسان يا هذا عدت إلى القرآن فالتقط منه كلمة الجنة حيثما وجدت ثم إنك فسرتها حسب خيالك الشخصي وأخذت بناء على ذلك تنتقد كتاب الله وتتهم رسول الله بما تتهم به لو أنك تابعت قراءتك للقرآن لرأيت التفسير المعني بكلمة الجنة ومن سما لعلنت أنك من الجهالة بمكانك هل القرآن يوضح لنا أن الجنة عبارة عن نعيم متكامل نعم نعم انظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون إذن كلمة الجنة أصبح التعبير عن شيء بسيط بسيط جدا من متعين لا حد لها فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين طيب اسمعوا أيضا قول الله عز وجل عن مضمون الجنة ما فيها في مكان آخر فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون فلا تعلم نفس ماما تخيلت ما أخفي لهم لهؤلاء الذين رحلوا إلى الله وهو عنهم رابط اللهم اجعلنا منهم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين تأمل أيها السادة والسيدات في قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون هذا الكلام يقوله عن عباد الله عز وجل الذين الذين أنضوا حياتهم في هذه الدنيا وهم مقبلون على الله ينهضون بما أمر به جهد الاستطاعة يقول عنهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ثم يقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون إذن المسألة ليست مسألة غابات فقط يقول الله عز وجل لا يمكن لأي نفس أن تعلم المتع التي خبأها الله لهم مما تقر به العين أي مما يلذ مرآه للعين لا تعلم إذن هي متع كثيرة جدا جدا وانظروا إلى قوله سبحانه وتعالى أيضا عن عباد الله الذين آلوا ورحلوا من هذه الدنيا وقد رضي الله عنهم يقول لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد هل الذي يشاءون فيها هذه الرياحين وهذه الخضر وهذه المياه فقط في حين أن الله عز وجل يقول لهم تمنوا واطلبوا نعم إذن القرآن فسر المراد بكلمة الجنة ولم يتركها غامضة لذا نقول إن هؤلاء الذين يستهزئون بكتاب الله ويستخفون بكلمة الجنة ويتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يتهمون به هؤلاء مشكلتهم الجهل ومشكلتهم أنهم أحبوا لأنفسهم هذا الجهل ثم إنهم يجادلون ويناقشون اعتمادا على هذا الجهل هذا الشيء سمج في الأذن سمج على النفس أيضا نعم لو أنهم قرأوا القرآن وتابعوا لوجدوا أن القرآن يتحدث عن الجنة ويعرف بالجنة أيضا يبين أن الجنة من قبيل تسمية الكل بإسم الجزء أما مضهون الجنة ففيها كل ما تشتهيه الأنفس وفيها زيادة أيضا إذن نحن الآن انتهينا من النقطة الأولى وهي التعريف بالجنة ما هي هذه الجنة التي يكرر باري عز وجل في كتابه المبين الحديث عنها أعتقد أننا جميعا عرفنا الجواب تعالوا ننتقل إلى النقطة الثانية كلما تحدث الله عز وجل عما وعد به عباده الصالحين من الجنة ونعيمها يقيد هذا النعيم بالخلود دائما فهو مثلا يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولها خالدين فيها كلمة تتكرر جدا كلما وعدنا الله عز وجل بالجنة عرفنا معنى الجنة كلما وعدنا الله بها ينبهنا إلى أنه نعيم خالد ماذا تعني كلمة خالد الخلود له معنى عرفي وله معنى لغة المعنى العرفي يعني الشيء الذي يتطاول أمده يمتد بقاؤه طبعا له نهاية لكن إذا امتد كثيرا 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 نقول هذا يعيشه حياة المخلدين نعم لكن المعنى اللغوي لكلمة الخلود الديمومة التي لا نهاية له هذا هو معنى الخلود فإذا قلنا إن هذا الشيء سيبقى خالدا أي سيبقى يتحدى الفناء ولن يعتريه فناء أبدا هذا معنى كلمة الخلود باللغة العربية وهو المراد عندما يتحدث البيان الإلهي عن الجنة ويصف نعيمها بالخلود ويصف الناس الذين فيها بالخالدين طيب هل يتأتى ذلك هل يمكن للوجود أن يستمر إلى ما لا نهاية الواقع أن هذا يدعلنا ندخل في مسأل فلسفية ولكن لابد من أن نجيب عن هذا السؤال فأرجو أن نهيئ أفكارنا لجواب عن هذا السؤال الفلسفي وتأكيد البيان الإلهي لهذا الموضوع أعتقد أن من الخير أن نرجع الحديث عن ذلك إلى الحلقة الآتية وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر